اهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأخبار نبدأها بالعنوين أسرى نفق الحرية يمثلون بمعنوياتهم العالية أمام محكمة الاحتلال ولأسير محمود العرض مخاطبا الأمة عبر الميادين هذا الوحش وهم من غبار البرلمان الباكستاني ينتخب جهباس شريف رئيسا جديدا للحكومة نواب موالون لعمران خان يستقيلون قبل التصويت ماكرون ولوبين يستعدان لجولة حاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الرابع والعشرين من الجاري لافروف يؤكد أن موسكو لن توقف عمليتها العسكرية خلال المحادثات مع أوكرانيا ألا يرى سببا لعدم مواصلة الحوار مع أوكرانيا وزير الخارجية في حكومة صنعاء للميادين حصار اليمن يجب أن ينتهي ولن تكون أي ترتيبات سلام تحت سلطة القرار السعودي أهلا بكم النيابة الإسرائيلية تطالب بإنزال أشد العقوبات بحق أسر نفق الحرية الستة والأسر يؤكدون تفاخرهم بعملية الهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي تقرير هنام حميد خلف أبوابه هذه القاعة من محكمة الصلح في الناصرة وفي فرصتهم الأخيرة للتحدث أمام المحكمة أكد أسر نفق الحرية أنهم فخورون بسعيهم إلى حريتهم ولتحقيق حرية بلادهم هي اللحظات الخاطفة المسموحة أمام عدسات الصحافة نطق الأسير محمد العارضة مهندس عملية الهروب من سجن الجلبوع عبر نفق الحرية بمعنى الهروب الاستراتيجي أردنا القول إن الوحش وهم من غبار خاصداً لاحتلال الإسرائيلي طبعاً هنا هي الدعاءات الدعاءات مسبقة أنه لاحت اتهام غير قانوني لأنه لا يمكن محاكمة أسير مرطة المحاكمة بالسجن ومحاكمة في محكمة مدنية ولكن الدعاءات تبعاتنا رفضت في الصابق خلال جلسة الدعاءات العقوبة لم يتوانى الأسر الستة الذين يعانون داخل زنزين العزل الانفرادية منذ إعادة اعتقالهم في أيلول سبتمبر الماضي من رفع خطابهم السياسي بإدانة الاحتلال والطعن بعدالة المحكمة توقعاتنا أن الحكم صار مكتوب الأسرى التي هربوا المطلب النيابي لأحد لسبع سنين المكسيموم والأسرى المتهمين في المساعدة على الهرب المطلوب خمس سنين سجن هل هذا حكم عادل؟ طبعا غير عادل ولكن نوعا ما نتفهم أن المحاكمة ليس عادلة إنما محاكمة سياسية في الثاني والعشرين من الشهر المقبل ستصدر المحكمة قرار الحكم الذي يتوقع أن تقبل فيه طلب النيابة بإنزال أشد العقوبة لتهمة الهروب وهي السجن لسبع سنوات يراد منها الانتقام من أسرى محكوم معظمهم أصلا بالمؤبدات ولم يسعوا إلا للحرية ولزيارة الأحبة أو كما قال أحدهم الأسير أيهم كممجي أمنيتي كانت زيارة والدتي في قبرها وقد حققتها هنأم حميد الناصرة الميادين في غضون ذلك تواصلت اعتداءات قوة الاحتلال التي أدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى ارتقاء أربعة شهداء من بينهم سيدتان وأخر هؤلاء الشهداء هو محمد زكارني الذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوة الاحتلال خلال اعتدائها يوم أمس على جنين كان الشهيد وهو ابن سبعة عشر ربيعا أصيب برصاصة في ظهره أدخل على إثره إلى المستشفى ليرتقي شهيدا اليوم الحمد لله إن لله وإن الله يراجعون في ذا الأقصى في ذا فلسطين أنا مستعد أكدموا لدي كلهم في ذا فلسطين الحمد لله على كل حال أمين سر حركة فاتح في جنين عطى أبو رميلي أكد أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة وأثناء مشاركته في جنازة الشهيد زكارني قال إن اللغة مع الاحتلال هي لغة المقاومة والميدان حركة المقاومة حماس حذرت الاحتلال الإسرائيلي من التماد في قتل المدنيين العزل والاعتداء على السكان وفي بيان لها نعت الحركة الشهداء الأربعة وأكدت أن هذه الجرائم لن توفر للاحتلال الأمن والأمان وهي لن تحميه أو لن تحميه ومستوطنيه من استمرار عمليات المقاومة البطولية على امتداد فلسطين المحتلة المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق الزدين أكد أن المقاومة ستواصل تصديها للاحتلال ودفاع عن أرضها وأكد في تصريح أن دماء الشهداء لن تذهب هذرا وأن الشعب سيبقى صامدا ومتمسكا بحقه كما شدد على التمسك بحق المقاومة وواجب الدفاع عن المقدسات لفت إلى أن السلاح سيبقى مشرعا في وجه الاحتلال وأن آلته لن ترهب الشعب كذلك أكدت لجان المقاومة الفلسطينية مواصلة المقاومة وتصدي للاحتلال قالت في بيان إن الإرهاب الصهيوني ليثني الشعب عن مواصلة الانتفاضة ولفتت إلى استمرار المقاومة الشاملة والمفتوحة بكل أشكالها وأكدت أن دماء الشهداء ستعبد الطريقة نحو الحرية والتحرير كتائب شهداء الأقصى كانت أعلنت إرسال المزيد من عناصرها المسلحة إلى مخيم جنين لترابط هناك دفاع عنها نتواجد مسلحين داخل المخيم ونحن شركاؤهم بإذن الله أخوتنا في مخيم جنين نتواجعنا مخيم جنين لكي نصل لهم رسالتنا أننا لن نتركهم وحدهم ولن نترك المقاومة وحدها الله أكبر نكبير الله أكبر نفهم أنه أنت من اليوم لنقوموا رابطي بمخيم نعم نعم وليس للانسحاب وخلال فعالية في جنين دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي كل من يحمل السلاح إلى توفيره استعدادا للأيام المقبلة بحمل السلاح أيامكم اللي جاية صعبة وفروا بناء وفروا رصاصاتكم لتكون كراصاصات ضياء وراء بالفشل منية المحاولات الإسرائيلية في السيطرة على الأجواء الملهمة للفلسطينيين لكسر موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة يأتي ذلك في ظل توقع المراقبين حدوث المزيد من العمليات لسيما مع تحول مخيم جنين إلى العقدة الأساسية التي تواجهها المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تقرير منال إسماعيل عبثا يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ومعه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية عن إيجاد حل لوقف موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة أو التخفيف على الأقل من حدة التوتر على الأرض مشاورات تلو المشاورات وقرارات تلو القرارات وتقييمة للوضع كلها خلصت إلى أن الحكومة الإسرائيلية غفت في نوبة الحراسة ولم تكن مستعدة لا هي ولا أجهزتها الأمنية لموجة العمليات الفلسطينية هذه في ظل التقديرات السائدة التي تقول أنه بانتظار إسرائيل في الفترة المقبلة أيام صعبة من الناحية الأمنية ما يميز الجولة الحالية أن هناك فهما لتنفيذ العمليات داخل مناطق الخط الأخضر واستخدام السلاح الناري وهذا تغيير جوهري في المنظومة الفلسطينية وساري نحو عسكرة المقاومة برأي المنظومة في إسرائيل لم تكن جاهزة نظريا لهذا التوجه ولهذا ضبطنا ونحن غير جاهزين وفي موازات نبرة التهديد الإسرائيلية التي ترتفع مع كل عملية تنفذ فإن كل الإجراءات الإسرائيلية من تعزيز القوات على الأرض وتشديد التضييق على الفلسطينيين وتكثيف عمل الأجهزة الأمنية لم تنجح في التغلب على عقدة مخيم جنين عاصمة المقاومين الذي تحول في آن واحد إلى معضلة لإسرائيل ورمز للفلسطينيين الجيش الإسرائيلي قرر زيادة الضغط على جنين عاصمة الإرهاب التي انطلقت منها العمليات الأخيرة بهدف وقف عمليات متدحرجة الجيش يركز الآن على جنين لكسر موجة الإلهام ومحاولات تقليد العمليات الأخيرة في مخيم جنين الذي تحول برأي معلقين إسرائيليين إلى ما يشبه وكرة دبابير برزت ظاهرة فريدة ونادرة ومقلقة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية ظاهرة تمثلت في شراكة المصير بين فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة التي يقاتل عناصرها داخل المخيم كتفا إلى كتف ضد قوات الجيش الإسرائيلي فجنين بالنسبة إليهم رمز فخرهم قبل انتمائهم التنظيمي ورؤيتهم السياسية العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي تضج بمتابعة أخبار فلسطين لسيما جنين ومخيمها هذه جولة على موقع تويتر الذي يشهد تبادلا سريعا للأخبار والمشاعر أهلا بكم كلنا جنين هنا جنين جنين المقاومة مخيم جنين كلها وسوم تتصدر تويتر بشكل يومي منذ عملية الفدائي رعد خازم في تل أبيب المحتلة على تويتر رسام الكاريكاتور البرازيلي كارلوس لاتوف خص المدينة الفلسطينية ومخيمها المقاتل في شمال الضفة الغربية بهذا الرسم المعبر باللغة العربية كثيرون شاركوا صور مقاومين من جنين مع تعليقات مساندة مثل هذه التغريدة خرجوا لقتال أرذل أهل الأرض اللهم نصرك كذلك انطلقت حملة إلكترونية عفوية لتوجيه التحية لجنين وأهلها يذكر فيها المغاردون مواقعهم مع تعليق هنا جنين وكانت لافتة المشاركة اللبنانية في هذه الحملة كذلك شارك مغاردون داعمون للمقاومة في هذه الحملة التي وحدت القلوب على توقيت جنين هذه تغريدة من مصر ومن اليمن ومن إيران ومن الكويت والعراق وصولا إلى المغرب وعلى حساب عمانيون ضد التطبيع نقرأ زقاق المخيم تحول إلى خنادق كل المقاومين يمتشقون البنادق هنا الرصاص يصنع الفارق لتحرير الأرض من كل مارق جنين تقاوم ختام جولتنا هذه على موقع تويتر مع هذه التغريدة لدينا التغريدة تضمنت صورة لتشيع محمد زكارينة ابن السبعة عشر ربيعا شهيد التصدي لاقتحام جنين فجر الحادي عشر من نيسان إبريل دينا كتبت المجد لهؤلاء الشبان الذين لم تلن عزائمهم وهم يحملون الشهيد تلو الشهيد على الأكتاف إلى باكستان حيث انتخب عضاء البرلمان شهباز شريف رئيسا للحكومة خلفا لعمران خان وكان نواب من حزب إنصاف التابع لخان أعلنوا استقالتهم ورفضهم المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس الوزراء الجديد إلى فرنسا وآخر التطورات المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تصدر الرئيس إيمانيويل ماكرون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فيما حلت منافسته مارين لوبين في المرتبة الثانية بحسب نتائج فرز الأصوات حصل ماكرون على سبعة وعشرين في المئة بفاصل خمسة وعشرين فيما نالت لوبين ثلاثة وعشرين بفاصل خمسة عشر فيما نال رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون حوالي اثنين وعشرين في المئة ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بلا مفاجآت انتقل إيمانيويل ماكرون ومارين لوبين إلى الدورة الثانية مع ارتفاع طفيف في نسبة التصويت لهما مقارنة بعام الفين وسبعة عشر وأيضا بالنسبة لجون لوك ميلانشون الذي حل ثالثا بفارق بسيط مع لوبين الدورة الأولى لانتخابات الفين واثنين وعشرين استكملت عملية الإجهاز على الأحزاب التقليدية فانضم حزب الجمهوريين إلى الحزب الاشتراكي في أسوأ نتائج على الإطلاق الفائزان بدأ مباشرة معركة الدورة الثانية علينا أن لا نخطئ الأمور لم تحسن بعد والمعركة التي سنخوضها خلال الأسبوعين المقبلين ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل بلدنا ولأوروبا أريد لفرنسا أن تكون جزءا من أوروبا قوية وتواصل نسج العلاقات مع الديمقراطيات الكبرى لا نريد فرنسا خارج أوروبا ليس لديها حلفاء سوى القوى الشعبوية العالمية والعنصرية وبخلاف عام 2017 تبنت مارين لوبين خطابا وصف بالمعتدل أعطت من خلاله الانتباع بأنها ستكون رئيسة كل الفرنسيين وأنها ستقف إلى جانب الفئات المهمشة على كل من يناهدون ماكرون أن ينضموا إلى هذا التحالف واللحمة ضده نتمنى خلال هذين الأسبوعين أن يكون هناك حوار باحترام كي يتمكن الشعب مرة أخرى من حسم قراره في الرابع والعشرين من نيسان أبريل وفي تكرار لمشهر عام 2017 دعا مرشح فرنسا غير الخاضعة مناصريه إلى قطع الطريق على لوبين في الدورة الثانية يجب أن لا نفقد ثقتنا في نظام ديمقراطي لذلك أطلب منكم عدم إعطاء ولو صوت واحد للسيدة لوبين وإذا ما استندنا إلى دعوات الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية وحتى الخضر إلى التصويت لصالح ماكرون فإن الرئيس الفرنسي يبدو متأكدا من البقاء في قصر الإليزي إذا لم تحدث لوبين المفاجأة الكبرى في الدورة الثانية مرة جديدة ينتقل إمانويل ماكرون ومارين لوبين إلى الدورة الثانية في تكرار لمشهد العام 2017 لكن انتخابات العام 2022 لا تشبه أبدا تلك التي فتحت أبواب الإليزي أمام ماكرون فالرئيس المنتهي ولايته لديه كل أسباب القلق مع اقتراب مستوى مناصري اليمين المتطرف من عتبة الخمسين في المئة مصعاسي باريس المياني إلى ذلك فإن أنصار المرشح اليساري جان لوك ميلانشون احتفلوا بالنتجة التي حققها من المرشحة اليمينية مارين لوبين وذلك بفارق نحو نقطة واحدة في المئة فقط ودعا ميلانشون أنصاره إلى عدم التصويت لصالح لوبين في الجولة الثانية هذه نشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل والآن إلى تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شدد وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف على أن العملية الروسية في أوكرانيا من شأنها وضع حد لنهج واشنطن الهدف للهيمنة على العالم لافروف في حديث لقناة روسيا 24 أشار إلى أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا الهدف لوضع حد لتوسع الولايات المتحدة ونهجها المتهورين نحو الهيمنة الكاملة أشار إلى أن الدعوات التي وجهها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لمواصلة تسليح كييف تمثل منعطفا خطيرا في السياسة الأوروبية بوريل كان أكد أن المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا هو خيار مطروح وفي كلمة له قبل اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد شددا على أنهم سينقشون كيفية دعم الأوكرانيين في المحكمة الجنائية الدولية العقوبات دائما على الطاولة التباحث في الموضوع الأوكراني يعني مناقشة مدى فعالية العقوبات فقد تم بالفعل اتخاذ قرار بشأن العقوبات وبالتأكيد سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطوات الإضافية سنناقش كيف يمكننا دعم الشعب الأوكراني بشكل أفضل ودعم المحكمة الجنائية الدولية من جهته يلتقي المستشار النمسوي كارل نيهامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بهدف تشجيع الحوار للتوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا وأبلغ نيهامر برلين وبروكسل والرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي بنيته التوجه إلى موسكو ليكون بذلك أول مسؤول أوروبي يجتمع ببوتين منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في شباط فبراير الماضي ميدنيا أعلنت وزارة الدفاع روسية تدمير معدات منظومة S-300 التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل أحدى الدول الأوروبية بصواريخ كاليبر أطلقت من البحر الناطق الرسمي لوزارة الدفاع روسية إيغور كوناشينكوف أكد تدمير أربع قواعد إطلاق S-300 المضادة للطائرات على المشارف الجنوبية لمدينة دينيبرو بيتروفيسك يوم الأحد في العاشر من نيسان أبريل دمرت صواريخ كاليبر البحرية عالية الدقة على المشارف الجنوبية لمدينة دينيبرو بيتروفيسك معدات فرقة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 والتي تم تسليمها إلى نظام كييف من قبل إحدى الدول الأوروبية والتي كانت مخبأة في حظيرة الطائرات كما أصيبت أربع قواعد إطلاق S-300 وتم القضاء على 25 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية إلى إيران حيث قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادا إن طهران لا تعلم ما إذا كانت أو ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق في فيينا لأن واشنطن لم تظهر حتى الآن العزمة اللازمة لتحقيق ذلك لم نصل حتى الآن إلى نقطة في المحادثات يظهر فيها الطرف الأمريكي إرادة جدية للعودة إلى تعهداته في الاتفاق النووي واشنطن تضيع جهد الآخرين ووقتهم بإصرارها على مواصلة سياسة الضغط الأقصى بالنسبة لإيران فإنه من الضروري أن تتوفر في الاتفاق كل الأسس والمقاومات اللازمة لتحقيق مصالحنا الاقتصادية وأن يلغي الاتفاق كل تفاصيل وعناصر سياسات الضغط الأقصى التي تعيق تحقق امتيازاتنا من الاتفاق النووي حتى الآن لم نصل إلى نص نهائي في المحادثات وإيران متمسكة بخطوطها الحمر لكن لا نعلم إذا ما كنا سنصل إلى اتفاق أو لا لأن واشنطن تبدو غير مستعدة حتى الآن لاتخاذ قرارها السياسي وعلى الجميع أن يعلم أن الفرصة لن تبقى متاحة للأبد في محادثات فيينا قال وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف إن أي ترتيبات للسلام لن تكون تحت سلطة ورعاية الإمارات أو السعودية المشاركتين في الحرب على اليمن وإنما تحت إشراف مظلة الأمم المتحدة وبعد إنهاء الحرب والحصار شرف خلال لقائه المبعوثة الأممية لليمن هانس جرودنبرغ قال إن الحصار يجب أن ينتهي بداية بتخفيفه تمهيدا لرفعه بالكامل هذا وجدد في تصريح خاص للميادين ترحيب سلطة صنعاء بالهدنة الإنسانية المعادلة أمميا مضيفا أن استمرار الهدنة مرهون بتنفيذ بنود الاتفاق هذا الحصار يجب أن ينتهي لن نكون في أي ترتيبات سلام ولو متدرية تحت سلطة القرار السعودية والإماراتي سيكون شيء بيننا وبين الأمم المتحدة وتشرف عليه وتصير الأمور شكل طبيعي كذلك تم إعطاؤه الفكرة التي هو يعرفها بأن هناك صراع أو هناك حرب يمني يمني ويمني سعودي إماراتي يجب أن يعترف العالم بهذا لا لم يبقى لنا إلا التذكير بالعنوين أسرى نفق الحرية يمثلون بمعنوياتهم العالية أمام محكمة الاحتلال ولسير محمود العرض مخاطما للأمة عبر الميادين هذا الوحش وهم من غبار الفرلمان الفاكستاني ينتخب شهباس شريف رئيسا جديدا للحكومة ونواب موالون لعمران خان يستقيلون قبل التصويت ماكرون ولوبين يستعدان لجولة حاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الرابع والعشرين من الجاري لافروف يؤكد أن موسكو لن توقف عمليتها العسكرية خلال المحادثات مع أوكرانيا ولا يرى سببا لعدم مواصلة الحوار معها وزير الخارجية في حكومة صنعاء للميادين حصار اليمن يجب أن ينتهي ولن تكون أي ترتيبات سلام تحت سلطة القرار السعودي ودائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت بلغات العربية والإنجليزية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة